السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حيكم الله إخواني أخواتي المغاربة أينما كنتم سواء داخل الوطن في المملكة المغربية الشريفة أو خارج الوطن حيكم الله وكما العدى دائما حيكم الله دائما أخكم الجند الأسير الجند المغربي والأسير حرب سابقا عند المرتزقة وعند نظام الكبرانات حيكم الله إخواني المغاربة حلقة جديدة اليوم على أحد واحد من الأتباع ديال الشنقريحة واحد من الأتباع ديال المجموعة ديال الأسكر اللي تابعي الشنقريحة اللي هو كان من المجموعة اللي ضيفناهم بكوكا كولا في أمغالا والآن خرج كيد ليبوا حترح وهذه هما من خرجوا على الجزائر نصنطل هذا الفيديو ديال هذا وضل الحرام ديال هذا الكلب شرف الله وقدركم غير باش تعرفوا أخوتي المغربة مع من كنا نتحارف في الصحراء المغربية نصنطل هذا الفيديو خويتنا البوليزاريو ديال المجموعة المجموعة هذيك احنا شفناها كل في النهار وكي طاح الليل احنا رحنا للعملية انتاعنا وخويتنا الصحر وأطاكاهم أطاكاهم ذلك المغربة المهم راحوا فيها دبابات وعساكر وكذا من هنا من تعلم اخزن وخويتنا الصحر وحكمه زوز ضباط انتاع المخزن واحد سير يوطنان واحد يوطنان واحد ملازم واحد ملازم أول هذي في 79 القضية هذي في عهد الحسن الثني احنا كي شفنا تسمى باللي كروشاو معاهم حبينا نرجعوا باش نحطوا ذوك المخازنية في الوسط ياربوا عندنا نضربوهم ياربوا عند خويتنا الصحراويين يكمنوا معاهم عناك يجينا ماشيين اظهرني كان واحد مروقي السرسل تلاقينا معاه هذا مخزن المروقي هذا المخزنية ذاك حكمناه احنا في خمسة ثلاثة جزائريين وزوز خويتنا الصحر ونجمعة البوليزاريو هذاك المروقي انا طلبت منه ويمدهولي انا المسهول عليه واشدرت معاه المروقي هذا اللي كان هارب نحيطوا الخيوط انتع الرونجرس قلت له خرج تشوف السنك خرج السن وربطته بيان بالخيوط انتع الرونجرس رقدته على ظهره وحطيت رجلي على صدره ودرت حلقة مليحة في الخط كي جبت جبت له لسانه وكان هنا حتى مصار الأمور اللي طلعوا معاه فهمتوا كي قالوا لي خوتي الصحر تاشى العقوبة هذه وقلت له ماذا عب نخطه شر ميتات فهمتوا يا خوتي والله والقاضية هذه الرئيس صراط في التسعة وسبعين وموات ديسمبر في الصحراء الجمهورية الديمقراطية الشعبية واللي كانوا حاضرين معايا الجزائريين كاين هذن تعقوات خاصة سيساوي من ولاية قلمة يسكن في سيتي بن شغيب والاخر اللي كان معنا من دائرة الربش يعيطلوا باللحول هذي سوى عاملنا دركم عليهم أنا أبطال يعني يا حارو كيفال مروك يا ذاك اقتلتوا شر ميتات وانا راو برب يا خوتي نبقى منين اجميع دولة نحل دولة إسرائيلية ضد المروك في حرب المروك أنا راني حاضر راني قوات خاصة ستعاش سنان وراني مراقب راني راقيب أول إخواني المغاربة رأيتم مع من كنا نتحارب في الصحراء المغربية هذا الفيديو حتتول هذو كليك يقولو خاوة خاوة هذو كليك يقولو للي الفتنة هذو كلي معرفوهاش باش كانت راوية هذوك الناس لمازال غلطين لمازال معرفوش مع من كنا نتحارب في بلدنا وفي وسط الصحراء المغربية هذا إخواني أخواتي المغاربة واحد من الكلاب الضلة واحد من العساكير اللي تبعي لشنقريحة وهذا واحد من هذوك اللي ضيفناهم بكوكاكولا بأمقالا خرج الآن مازال حيو خرج الآن يدلي بهذا التصريح كعني كانتقام من المغاربة ولكن را نعطيكم أخوتي المغاربة نعطيكم الأخبار الصحيحة والدقيقة جدا بأن هذه الماركة هذو هما مع من كنا نتحارب وهذو هما اللي خلدارينا بوهم في وسط الصحراء المغربية وذوك الناس اللي ما كانوش كأمنوا بأننا كنا فليزاتاك ضد هذه المجموعات ضد هذا النظام يعرفوا بأننا مع من كما كان نقول لكم مع من كنا نتحارب في وسط الصحراء المغربية مع ميليشيات مرتزقة البوليزاريو ومع عساكر نظام الجزائري وهذا من أخواني الكرام هذا الكلب هذا وضل الحرام هذا الشيبال عاصية هذا واحد من ذاك المجموعات اللي كانوا لكي ما قلت لكم في الأول هذا واحد من هذوك اللي ضيفناهم بكوكاكولة في الأمغالا وهذا واحد من المجموعات اللي كانوا يقتلوا الشعب الجزائري في العشرية السوداء هذا واحد منهم لأننا نحنا كنا أسرى وكننا تمام عندهم هذا واحد من ذاك المجموعات ديال الكوموندوس اللي كانت كانت تقروج تقتل الشعب الجزائري في العشرية السوداء هذا الشبا العاصي اللي ركو تشوفه هذا في الجزائر وهذا واحد من اللي بطيون وإحنا نعرفهم جد المعريفة بعدما كلاو العصاب مزيان من عندنا في وسط الصحراء المغربية وقاموا بالفرار كالفيران كالجوردان مع المرتزقة مع المرتزقة مع المينيشيات ديال البوليزاريو هذا واحد ره بقاحي من ديك المجموعات واليوم ره خرج تقول بإنه أقبض من خزنين ودار له الخيط فلسانو باش تعرفوا هذا دليل الحمد لله هذا دليل كيبيل لكم خوتي المغربة فيما كنتم سواء داخل الوطن أو لخارج الوطن هذا دليل وشهد شاهدون من إهليها باش تعرفوا قاعدوا كله كيغلطوا وكيكدبوا بإنه أرمي ألجيريان واللي كان في وسط السحراء بغاء بغاء كان بغاء باش يحتل المناطيق الجنوبية ديالنا ولكن اللقان الرجال قدامه لقان الرجال وطاقناه وطاقناه مزيان وقتلنا اللي قتلنا فيهم والتبلسة اللي تبلسي فيهم وكيما قلت لكم ضيفناهم هما والكموندو ديالهم شن القريحة والآن هو مازال حي وخرج كي يدلي بتصريح دياله هات شبال عاصي هادا ودل حرام هادا هادا منه كتير وكتير في الجزائر هادا من هادا منه هادا منه إخواني المغربة كين منهم الكتير وكما قلت لكم هادا هادا من دوك اللي كانوا كيخرجوا بالإسلحة ديالهم وكيقتلوا في الشعب الجزائري في العشرية السوداء وشوفوا وجهه كدير وشوفوا كمرته كدير شوفوا ودل حرام ويعني كيف تاخر لأنه لا خطر مرتزق كيبقى مرتزق حاولوا ما أمكن داروا ما في وسعيهم وحاولوا ما أمكن باش يقدوا يدوننا الأراضي ديالنا في وسط السحراء المغربية ولكن لقاونا كجنود مغاربة فاكينهم باش ما بغوا ودرنا فيهم دكش اللي درنا فيهم والحمد لله منين تشوفوا بحل هاد الماركات وبحل هاد الفيديو هذا دليل على أنه وخا الدولة ديالهم للحكومة ديالهم كتنقر لا في الأمم المتحدة ولا أمام العالم كتنقر على أنها لا دخلا لا ما عندهاش دخل يا كتنقر دائما ما عندهاش دخل في في مشكل السحراء المغربية ولكن أنتم ما كنت تسمعوا بعضام لسانه كيقول بأننا كنا وأننا هاد الماركات هادو نعرفهم زيان نعرفهم زيان نعرفهم في طاندوغير في الكروشاج ونعرفهم فاشكون نفس السجون ديالهم ونزيدكم إخواني المغربة هاد الماركات هادو هادو هما الأتباع ديال نظام الجزائر هادو هما الأتباع ديال شنقريحة هادو رهما ماشي كين غيو بوحدو را كين بزهف كين وحد المجموعة كتير هادو دل حرام هادا هادا الشيبى العاصية هادا ولكن دا را خدرنا لولبصمة راه ديرين لولبصمة المغربة ولكن خرج حاول مأمكان باشي فتاخر على أنه كان مع الصحراويين وكان مع وما كل شيء مرتزق وكل شيء ولكن ماشي نقول لأخوتي المغربة الحمد لله كانت الانتصارات ديالنا كجنود مغربة كانت الانتصارات متتالية حنا منك نفكره نزيده لقدام كنزيده لقدام غين نفكره نزيده لقدام كنزيده لقدام السلام عليكم الصحراء المغربية راه دخلنا لها بالأسلحة المتواضعة ديالنا ولكن دخلنا لها برجال برجال مغربة والله العظيم إلى الانتصارات اللي كانت متتالية ديالجنود المغربة وأنا وحد منهم في وسط الأدغال في وسط الرمال وسط السحراء وكلاو العصا كلاو العصا ولد الحرام كلاو العصا لهم ولا المينيشيات اللي كانوا ييدهم أنا نقول لكم أخوتي المغربة بأنهم بأنهم كتبكناوا هذة المينيشيات كيتبكناوا هذة العصبة الإرهابية كي تبناه هاد المرتزقة اللي راهم الان في تندوف في مخيمة الدل في مخيمة العار في مخيمة الاوساخ في مخيمة الجوع ولكن الان راهم استعمروا هاد النظام اللي دخلهم وما لقا كيدير لهم ولكن اليوم هاد الحلقة هاد درتها علها داود الحرام علها دات شيبال عاصية هاد هاد الجيفة اللي كان ضيف عندنا مع المجموعة ديالود يرشن قريحة في أمغالا نعم إخواني المغربة أنا أعطيكم الحقائق ونك جندي مغربي وكنت آسير عندهم ومع ذلك في الأسر ولو كنا في الأسر نقول لكم أخوتي المغربة والله العظيم إلا قمناه كنا بعمليات إحنا أسرى وكننا بعمليات استهدافة تخريب إمكانية العادو كلما تأسمحت لنا الظروف بذلك وإحنا كأسرى دائما كان نرفض الوقوف للعالم العادو إحنا عندهم سجناء وكننا كنرفضوا لهم الوقوف في العالم ديالهم الرجال المغاربة الأبطال الأسرى مغاربة صوروا معي أخوتي المغاربة تقول لهم توقفوا في العالم جميع الأسرى بدون استثناء كل شيء كنك يرفض الوقوف للعالم العادو ديال الجزائريين وكننا كنقوم بفضح حقيقة الصانع الجزائري الذي كيحاول ما أمكن يكذب على وسائل الإعلام الأجنبية ولكن إحنا كنا كنفضحوا كنا كنفضحوا لجميع الوسائل الإعلامية الأجنبية اللي كانت كدخلت لنا وكنا كنفضحوا مع جميع المنظمات الإنسانية اللي كانت كتزورنا في كتزورنا في ظروف قانونية اللي كانت كتسمح لهم بذلك على غرار منظمات الصاليب الأحمر الدولي اللي كانت كتدخل لنا وكتبغي تشوفنا وكتبغي تشوف الصحادية لنا وتشوفنا كذلك وزيد على منظمات ومنظمات ومنظمات فرنس لبيرتي فرنسا الحريات اللي كانت كترأسها دانيال ميتيرو كنا كنك نكشفو لهم الحقائق ديال هذولاد الحرام ونعطيكم معلومة أخوتي المغاربة الأسرى الحرب المغاربة قمنا بحرق العالم الجزائري داخل السجون الجزائرية ببغار نعم إخواني المغاربة وحاولوا ما أمكن قالوا واش غادي ندرهم واشن قتلوهم واشن حرقوهم ملقوا بجاد ملقوا بجاد شنو كيفاش غادي يتعاملوا مع الأسرى وأمام انظار ضباط الجيش الجزائري وكنا كنك نكتبوا عبارات ديال السحراء المغربية في جامع الجدران ديال الزنازين بالدم على الحيوط ديال الزنازين شحل مزنزانة كينت مما لعند المرتزقة في تندوف ولا في قصر البخاري في جزائر عند بوغار سجناء مغاربة أسرى حرب بالدم ديال كنت تكتب الله الوطن الملك والصحراء ومغربية هذو الرجال هذو الأبطال اللي مالقري قتلوا تقاتلوا في وسط الصحراء المغربية وكنا أسرى بقتل رجولة ديال المغاربة ديال الجنود المغاربة شحل منخطرة شحل منخطرة الأسرى كم رفضوا رفضوا رفع العالم داخل المعتقالات ديال الجزائر كم من مرة نحن مغاربة نحن نضرب وحمر ديالنا نحن خاطئنا من هذا الشعار ديالكم معام أخوتي المغاربة نعطيكم تصريحات ما وقع للأسرى المغاربة داخل السجون ببغار وبتيندوف وحال نقدر نقول لكم نقدر نقول لكم را كانت ما ينهز 40 محاولات فرار من المعتقالات ديال الأسرى وزيد على ذلك زيد على ذلك كانوا بزاف ديال الأسرى وأنا واحد منهم اللي كنا كان قوموا بواحد دور بواحد دور كبير في التوعية السرية داخل المخيامات البعض اللي كانوا مسؤولين ديال المرتازقة شحال كنا كان يرون هم في التوعية أنا كانوا معايا كنت خدام في واحد البلاسة كانوا معايا جوج ديال الأطباء كانوا جاءوا من كوبا وخدامين في مخيم السمارة وكانوا تم يديروا لك كانوا محمد سالم وواحد أخر كان معاه أجوا ديال غيبت ديالي أعطيتهم تلتشهور كل نهار كان أعطيهم درس كل نهار كان أعطيهم درس الله العظم نهار قلبت عليهم دخلوا للمغرب هذا هو الدور الكبير الذي قام به أصر الوحدة الترابية بتوعية المرتزقة والمحتجزين اللي كانوا ليعاو هذه كانت واحد توعية سرية داخل المخيمات كلما تحط الفرصة لشي أسير حرب وكانت عنده شي فرصة شي لقاء مع المرتزقة إلا وكان يعطوهم التوعية وكان نقول لهم المغرب شنو كتقلب عليه وحد نار كتلقى هرب مشان المغرب هذه أدوار اللي كانوا يقوموا بها الأسرى الحرب الوحدة الترابية الجنود المغرب نعم إخواني الكرام تحياتي لكم ومنطورش عليكم في الحلقة هذه أدغي للتذكير للتذكير باش تعرفوا الشميت باش أولاد الحرام اللي كانوا دخلين معنا في الزاطاك في وسط الصحراء المغربية ولكن لقاونا لقاونا قدنا هم صناديد ونحن لهم بالمرصاد نحن لهم بالمرصاد وهذا واحد منهم هذا اللي شتوف الفيديو هذا الشيبال عاصية هذا ودلح حرام خلينا رافيه البصمة دي المغرب راه درنال البصمة لهو ولا المزموعة اللي كانت معاه ولا الشاف دي الوش القريحة والآن خرج اتباه بأنه طاح في الدوش مخزني وهذا وجبد لولتان ولا تصدقوا ما يقول السفهاء من الكراغ لولاد الحرام تحياتي لكم اخواني اخواتي المغربة وشكرا لكم على دعمكم وكنش خوركم جزيل الشكر على جميع الرسائل ديالكم اللي كتوصني في اليوتيوب او الافتيكتوك حياكم الله الى حلقة قديمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الى اللقاء شكرا